لعله ضرب من الجنون أن تعتقد بأن خيوط البخار المندفع من قهوتك الصباحية يمكنها أن تستخدم لتحريك هذه القاطرة الضخمة ولكن قبل بضع مئات من السنين طور المهندسون التكنولوجيا لاستخراج الطاقة من النار واستخدام تلك الطاقة مع الماء والبخار لتحريك هذه الآلة الضخمة في الفيديو السابق تعلمنا كيف قام توماس نيوكمين باختراع أول محرك بخاري في العالم من خلال معرفة كيفية استخدام البخار لإنشاء فراغ وتحريك مكبس من أجل ضخ المياه من البئر في أواخر القرن السابع عشر قام مهندسون مثل جيمس وات بتحسين تصميم نيوكمين مما أمكن من استخدام نسبة أعلى من الطاقة وبشكل أكثر كفاءة تحرر من النار وجعلها تعمل في دورات أكثر في الدقيقة كما أعاد وات تصميمه لاستخدام كلا الاتجاهين لحركة المكبس لإخراج الطاقة والقيام بالعمل أيضا في هذا الوقت تقريبا تم تطوير فولاذ أشد صلابة وتحسنت تقنيات التصنيع والمعالجة وفي عام 1800 تم تصميم أول محرك بخاري عالي الضغط ومنذ ذلك الحين بدأت المحركات البخارية تجد طريقها إلى القوارب البخارية والمصانع وحتى العربات كما ترون في هذه الصورة من عام 1828 في الوقت نفسه صممت محركات بخارية أكبر وأعلى ضغطا لسحب القطارات وبحلول 1860 صممت نسخة أصغر من محرك هذه القاطرة لتشغيل الجرارات فضلا عن توسيع نطاقها لتكون قوية بما يكفي لسحب القطارات الضخمة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لفهم كيف تمكنت المحركات البخارية من أن تصبح صغيرة وقوية بما فيه الكفاية لقيادة الثورة الصناعية سنقوم بفحص تصميم محرك بخاري بسيط من 1860 وفهم كيف يتم استخدام النار والماء والبخار لإنتاج أطمان من الطاقة لنبدأ باستكشاف محرك الجر هذا المصنعة من قبل الشركة الإنجليزية رانسيمون، سايمس، جيفريس كان في بداية الأمر جرار مبدئي يستخدم لحقول الحرث درس القمح وتشغيل الآلات ونقل الأحمال الثقيلة وتصميمه هو في الأساس هو نسخة مصغرة من المحرك البخاري للقاطرة دعونا نفصل محرك الجر هذا ونلقي نظرة داخله هنا لدينا صندوق حريق لحرق الفحم صندوق الإطفاء يسخن خزان مياه مغلق ومجموعة من الأنابيب المغمورة في الماء تحمل الأبخرة الساخنة من صندوق الإطفاء إلى مكدس الدخان يوجد في الجزء العلوي من خزان المياه هذا مساحة مغلقة حيث يتم غلي الماء في بخار الضغط العالي يتراكم البخار ويكون محاصرا والطريقة الوحيدة للبخار للهروب هو عن طريق السفر عبر صمام منزلق استوانة مرة أخرى من خلال صمام الإنزلاق ثم العادم عندما يأخذ البخار عالي الضغط هذا المسار فإنه يضرب المكبس مما يؤدي إلى تحرك المكبس الذي بدوره يحرك قضيب المكبس تنقل حركة قضيب المكبس الحركة إلى الحدافة مما يؤدي إلى دورانها والتي بدورها تدور عجلات الجرار أو أي آلات زراعية قد يتم إرفاقها لا يزال لدينا ضغط عال على هذا الجانب من البكبس لكن المكبس وصل إلى مرحلة الإنسداد لذلك لا يمكن أن تتحرك أبعد من ذلك لذلك يتحرك صمام الإنزلاق فوق ويخلق مساراً جديداً للبخار للتنفيس من خلال العادم وفي الهواء الطلق عندما يتحرك صمام الإنزلاق فوقه فإنه يمنع البخار أيضاً من الضغط على هذا الجانب من المكبس وفي الوقت نفسه يفتح مساراً للبخار عالي الضغط من المرجل مما يسمح له بالضغط على الجانب الآخر من المكبس الآن يتم دفع المكبس في الاتجاه المحاكس وبمجرد وصوله إلى أقصى انسداد وينتقل صمام الإنزلاق مرة أخرى وبالتالي يكمل دورة كاملة واحدة لأن البخار يضغط على المكبس في اتجاه واحد ومن ثم الآخر ذهاباً وإياباً في حين أن الجانب الآخر ينفث من خلال مخرج يطلق عليه استوانة مزدوجة المفعول هذا التنفيس المتقطع للبخار هو الذي يسبب الصوت المألوف للقاطرة هذه هي الفكرة الأساسية وراء كيفية نقل محركات الجر والقاطرة البخارية للطاقة من النار إلى تحريك عجلة لكنك قد تفكر في نفسك القطار ضخم كيف يمكن أن يكون لهذا البخار قوة كافية لنقل قاطرة كاملة وعشرات السيارات حسناً للإجابة على هذا السؤال دعونا نستكشف مفهوم البخار عالي الضغط هنا لدينا مكبس يتحرك ذهاباً وإياباً في استوانة مع جانب واحد متصل بخزان من الماء المغلي والبخار في حين أن الجانب الآخر مفتوح في الخارج عندما ترتد جزيئات البخار من المكبس المعدني فإنها تضفي قوة صغيرة مجموع قوى جميع الجزيئات مقسومة على المساحة يسمى الضغط هذا النوع مشابه لمحرك نيوكمين في الحلقة السابقة أليس كذلك؟ ومع ذلك هنا يتم توليد الطاقة من الضغط العالي ضد الغلاف الجوي مقارنة بالجوي ضد الفراغ مع محرك نيوكمين لذلك في هذا المحرك إذا قمت بزيادة الطغط ثم سيكون لديك المزيد من القوة على المكبس لاستخدامها أثناء شوط الطاقة فكيف نأخذ البخار العادي من الماء المغلي وتحويله إلى بخار عالي الضغط؟ قبل الثورة الصناعية وخلالها كان العلماء الأوروبيون يعمقون فهمهم للضغط واكتشف أن هناك أساساً ثلاث طرق لزيادة ضغط الغاز الطريقة الأولى هي زيادة عدد الجزيئات نظراً لأن كل جزء يضفي قوة صغيرة على المكبس زيادة عدد الجزيئات وزيادة كمية القوة الصغيرة على المكبس وهكذا يزداد الضغط مع ارتفاع عدد الجزيئات الطريقة الثانية هي زيادة درجة الحرارة درجة الحرارة هي مقياس متوسط لمدى سرعة تحرك الجزيئات ودورانها واهتزازها وبالتالي كلما قمت بزيادة درجة الحرارة فإنك تزيد من متوسط الطاقة الحركية للجزيئات وتبعاً لذلك مقدار القوة التي يضفيها كل جزء عندما يرتد من المكبس أخيراً قل المقدار المساحة إذا كانت الجزيئات أقرب إلى بعضها البعض ليس عليهم قطع مسافة بعيدة جداً قبل الارتداد إلى بعضهم البعض تغيير الاتجاه وضرب المكبس مرة أخرى كلما كان حجم الحاوية أصغر كلما زادت ارتدادات الجزيئات على الجدران والمكبس إذا وضعنا كل هذا معاً فإننا نفهم أنه إذا قمنا بتقليل الحجم زيادة درجة الحرارة وزيادة عدد الجزيئات سوف يرتفع الضغط بشكل كبير ليصل إلى حوالي 620 كيلو بسكال من الضغط أو 90 رطلاً من القوة لكل بوصة مربعة لمحرك الجر هذا ولكن ماذا يعني هذا الرقم أصلاً؟ حسناً بالنسبة لمحرك الجر هذا يبلغ قطر المكبس حوالي حجم طبق العشاء لذلك بضغط 620 كيلو بسكال القوة الكلية للبخار على هذا المكبس بحجم اللوحة تخرج لتكون 2600 كيلو جرام من القوة أو ما يقارب من ثلاثة أطنان هذا يعادل محاولة رفع ما يعادل وزن حوالي سيارتين بتوازن على طبق العشاء أو كومة من الطوب واحدة فوق الأخرى بارتفاع 72 متراً الآن عندما ننتقل إلى القاطرات يكون الضغط أعلى وقطر المكابس أكبر بكثير في حوالي 71 سنتيمتر أو 28 بوصة وبالتالي فإن القوة عبر منطقة المكبس في قاطرة يمكن أن تصل إلى ثلاثة وخمسين ألف كيلو جرام أو أكثر من ثمان وخمسين طناً من القوة وهذا هو وزن حوالي أربعين سيارة وضعت على قطر بحجم عجلة السيارة علاوة ذلك أن القاطرات لديها مكبسين على كلا الجانبين مضاعفة القوة بشكل فعال هذه كمية مهولة من القوة بالتأكيد تكفي لنقل هذا القطار الضخم دعونا نعود إلى هذه الصورة لعربة تعمل بالبخار منذ ما يقرب مئتين عام أريد أن أفكر في الركاب في الأعلى من هذه العربة المتطورة كانوا يفكرون هل كانوا يتخيلون أن مجتمعهم قد وصل إلى قمة الإبتكار البشري؟ هل تخيلوا أنه بإمكانهم أن يحلموا بالطائرات أو القدرة على الاتصالات اللحظية في جميع أنحاء العالم؟ هل كان بإمكانهم تخيل تأثير حرق الفحم على تشغيل المحركات البخارية؟ سيكون على المناخ العالمي؟ بعدما يقرب من مئتين عام نعلم أنه في حينها أن هذه الاختراعات قادت اقتصادنا ومكنت من الوصول إلى العديد من وسائل الراحة الحديثة والاكتشافات الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى التي تحركها المحركات خلال الثورة الصناعية وحتى اليوم قد غير مناخنا العالمي وعرضنا لخطر كبير ما يجب على المهندسين والعلماء ليس فقط النظر في الفيزياء الكفاءة والتصميم لكن يجب عليهم أيضا النظر في مصادر الطاقة المستدامة والتأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الاختراعات على حياتنا وكذلك على كوكبنا هذا كل شيء إذا لم تكن قد شاهدت الفيديو الأول من قبل عن محرك نيوك من البخاري ألقي نظرة شكرا لك على المشاهدة لا تنسى الاشتراك والإعجاب على الفيديو اترك تعليقا بأسئلتك وأفكارك ولا تنسى إخبار أصدقائك وعائلتك عن شيء تعلمته اليوم